طبعا النتائج الانتخابية المحلية في تركيا جاء بنتائج وأولها نستطيع أن نقول شعب التركي مرة ثانية أقر أن الرجاب طيب أردوغان هو الرئيس التركيا لأن في السنة الماضية أردوغان أخذ 51% وهذه المرة أخذ 2% وإزداد شعبيته وهنا هذا يدل أن ماذا لشعب التركي ما أردوغان ويريد بقاء أردوغان في الحكوم والفكار الرئيس وسانيا التغيرات في بلدية صارت نعم فقدوا أنقرة وإستنبول ولكنه أخذ في مدن أخر كشرق التركيا بين الأكراد إزداد شعبية الحزب العدالة والتنمية 20% مرة 20% والثالثا حينما نقول ماذا إذن تدل أخذ المعارضة لأنقرة وإستنبول طبعا كما نعرف أن حزب العدالة والتنمية اجتمعت مع حزب المهيبة وأخذوا هنا دخلوا في انتخابات وأحزب أخر كلها حتى حزب السعادة من ضمنهم إذن دخلوا في انتخابات في أنقرة وهم إذن أخذوا في التصويتات أكثر ودخلوا طبعا هنا لو نظرنا إلى المجالس في المجلس البلدية الأنقرة وإستنبول تقريبا فوق 70% هم عند الحزب العدالة والتنمية ولكن كان رئيس اختار الشعب من حزب المعارضة هنا إذن نستطيع أن نقول شعب التركي وجد بعض الخلل في بلديات ووجد بعد 25 سنة البقاء بلديات عند الحزب العدالة والتنمية يكفيها والآن بعد 25 سنة أن يكون عند المعارضة حتى أن يكون محل التنافس لهم إذن كيف هذا؟ هناك موضوع عن إذن أولا الأخذ الأنقرة والإستنبول إزبير طبعا كان عندهم بعد المدن الساحلية حينما أخذوهم هذا تعني أن شعب التركي تريد المعارضة إذن تتنافس أن يكون لهم مكان في هذا المجال لأن كثير من الألمانيين الذين معارضين إذن كان يقولون أن حزب العدالة والتنمية لا نستطيع أن ننزلها وهم أقوية جدا وصارت عندهم غيبوبة الأمل لا يرون المستقبل كانوا حزينين جدا وهذه أعطى لهم فرصة لفرح طبعا أنظروا في سياسة قبل سنة ما أعطى لهم الشعب التركي فرصة لهم ولكن في بلديات أعطوا لهم فرصة حتى يتنافسوا نعم أعطوا فرصة للتنافس ولكن وضعوا تحتهم المجلس أن يكون عدد الحزب العدالة والتنية أكثر منهم حتى يكون تنافس بين حزبين في بلديات وحتى أن يكون شفافية في بلديات وهذا الشيء جيد أيضا لو نظرنا من جانب أخر وثانيا وجدنا كثير من الرجال أعمال من الألبنين في إسطنبول وأنقرة كان يقولون ما عندنا مجال للنعمل ما كان هناك شيء والآن بعد هذه الانتخابات وجدناهم أيضا الذين ذهبوا للغرب بدأوا يتراجعون مرة ثانية يقولون لا الآن إذن بانتخابات نستطيع أن نفعل شيء لو عملنا بشكل جيد لو قدمنا للشعب شيء جميل إذن نحتة نفوز وأردوان كان يفوز بانتخابات له شعبية كبيرة جدا ولكن لو نحن أعملنا أيضا شعب لعله يعطي لنا فرصة أيضا وهذا أيضا أعطى لهم أمل الأقل أن يعملوا لأجل الشعب وتبعا لابد هنا نفكر شيئا المعارضة غير لسان وهذا أيضا كان كل شيء ضد الدين وهذه المرة لم تتكلم عن الدين لأن صاروا محافزين أيضا معهم كثير من المحافزين الذين كانوا من حزب العدلة والتنمية حتى الناس الذين ساكتين أو غضبانين من حزب العدلة والتنمية صوتوا لهؤلاء أيضا وهذا أعطى لهم قوائية الحكم ولكن هذه المرة الرجال أعمال من جانب اقتصادي أيضا هذا سيكون تفاعل كبير جدا وسيُعطي فرصة كبيرة جدا للاقتصاد التركي وهناك وجدنا أخبار كثيرة جدا نزول عملة تركيا ولكن لا هذا سيكون عملة تركيا سيترتفع وإقتصاد التركي سيكون فيها النجاح في أيام القادمة شكرا جزيلا